السلام عليكم على رسول الله دعني أقول كلمة فيما يخص الإعلام لأننا الآن على أبواب سنة جمعية جديدة وكنا من أول السنة حتى الآن نقوم بأعمال كثيرة وكنا نحاول أن نسوق هذه الأعمال إلى الشعب التوسي وإلى الرأي العام الداخلي والخارجي لكن للأسف الشديد كان الإعلام غير مستعد لتسويق هذه الأنجازات وهذه الأعمال كان الإعلام يبحث عن شيء آخر يبحث عن ثغرات وإذا لم يجد ثغرات فهو يصنع الثغرات ويسوقها لأنها حقيقة وكانت المادة الوحيدة أقولها بكل شجاعة وبدون أي تردد المادة الوحيدة التي يستعملها المادة الكذب وللأسف الشديد لعل الجو العام السياسي في البلاد حتى بذلاله أيضا على الجامعة لأن الجامعة هي مقصد الجميع وهي هدف للجميع وكل له غاية وله أهداف في هذه سلمان صف ما ينفيش نفو مرأو إخلالات هنا قاس موجودة في الجامعة هنجل 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 طبعا عندما استلمنا الأمان هذه في شهر ديسمبر 2011 في آخر ديسمبر 2011 لم تكن على ما يرام الجميع يعلم أن ما هو دور الجامعة سابقا كيف كان العمل السياسي يفعل بفعلاته في الجامعة التونسية كيف كانت تبعث الجامعات التونسية الفاتية الجديدة كيف كانت تحدث يعني الوحدات أو المؤسسات الجامعية الجديدة في مناسبات انتخابية وفي مناسبات يعني شخصية بحتها كيف كانت المعاملة يعني في التوجيه الجامعي في تسمية الأسادة في الانتدابات في التحول من كل إلى كلية كل هذا يعني هو الآن موثق ومعروف يعني لدى الجميع ولكن للأسف الشديد الأعلام يعني أغلق الباب على الإفساح عن هذه الحقائق وبدأ يبحث ويفتش عن أي ثغرة جديدة مع الحكومة الجديدة فقط فهذا لاحظة دعيني احنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى يوم 10 سبتمبر سنقيم ندوة صحفية بالوزارة ككل سنة قبل افتتاح السنة الجامعية نقيم ندوة صحفية وفي أثناء الأعمال الكبيرة التي نعتبرها كبيرة جدا في الجامعة نقيم أيضا ندوة صحفية ولكن لا يمر منها عبر الإعلام سواء كان الرسمي أو غير الرسمي إلا النظر القليل سيد مزير هولي ما افتحنا المجيل باش نحكيه على ترتيب أوراق الوزارة شنو عنا هذا مشكور عليه قاناة القلم نشكرها على العمل هذا لأننا نريد أن يعيش المواطن التونسي لأن هذه الجامعة أو هذه الجامعات هي من عرق جبين الشعب التونسي وهي تصرف المواطن التونسي يريد أن يتابع هذا المشروع العظيم مشروع الحضاري اللي هي الجامعة التونسية لكن للأسف الشديد المواطن في غيبوبة تامة أو في غياب تام عما يجري في الجامعة لما نقول باستثناء بعض من لهم أبناء أو بعض من لهم أقارب يتابع من قريب ومن بعيد بعض الأخبار الحقيقية عن الجامعة نحن نريد أن يكون المواطن التونسي يتابع باستحقاق يعني كل ما يجري في الجامعة سواء كان يهمه عن قريب أو عن بعيد مش فقط اللي عنده أولد يقرأ اللي عنده طالب يقرأ أو عنده طالبة تقرأ فقط هو الذي يهتم بالتوجيه الجامعي يهتم بالمبيتات يهتم بالمنح يهتم بالبحث العلمي يهتم ماذا بينا المواطن يعرف حتى شو ما صاير داخل الحرم الجامعي هذه من أهم النقاط اللي يوم إن شاء الله نترحوها في حصتنا رجع الصديق بالنسبة إن شاء الله بالنسبة للجامعة هذه السنة يعني حاولنا يعني من أول السنة ونحن يعني تقريبا بدأنا في بعض الليجان تشتغل من شهر جامبي 2013 إلى اليوم تشتغل لتحذير السنة الجامعية الجديدة حتى تكون يعني إن شاء الله سنة ناجحة وهناك يعني إنجزات عديدة يمكن سنتي لها سنتي عليها تباعا في ماذا حدث في السنة الماضية هذه السنة المنصرية إن شاء الله وماذا عددنا للسنة القادمة إن شاء الله هذا المجهود هو مجهود الجميع مجهود الأستاذ مجهود المسؤول مجهود الإداري مجهود الطلبة مجهود أيضا حتى العمال داخل الموسطة الجامعية لهم دور هام جدا العمال في داخل الموسطة الجامعية حول 20 ألف عامل لهم دور مهم جدا داخل الجامعة أيضا سيد الوزير مستيش نرجع لك سي محمد لك باش نكمل نحكيه في نفس الإطار شنو عملتوا إن شاء الله فرصة أنه الوزارة إن شاء الله نهار 10 سبتمبر شتعمل ندوا صحفية بشتقول شنو انتلاق استعدادتها لانتلاق السنة الجامعية جديدة ورثتم عن نظام بن علي للأسف ورثتم وزارة تعتبر للأسف سيد الوزير من أكثر الوزارات اللي تفشى فيها مظاهر الفساد والمحسوبية والتعينات وغيره 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 أهم كي شاديتوا الوزارة أهم المظاهر اللي شفتوهم الفساد واللي حاولتوا أنكم معناتها ننتقلوا لما أفضل هات نبدأوا من العموميات بعدها ندخلوا للخاص أهم الحاجات اللي شفتوهم فيهم الفساد في الجامعة التونسية وأنت قبلها بركة كنت تقول اللي راهوا موروث ثقيل معناتها جيناء هات نشوفوا أهم مظاهر الفساد اللي موجودة في الجامعة التونسية أنا لا أدخل في التفاصيل لأن المسألة هذه الآن موجودة تحت أنظار القضاء هناك منفات عند القضاء الآن أكثر من 25 ملف الآن عند القضاء وهناك منفات تحت الدرس في التفاقدية العامة وتعد أيضا بالعشرات والبقية تأتي عندما تحدث عن الإرث الثقيل من النظام السابق ليس أن كل ما تركه النظام السابق هو سيء وهو أسود ليه يعني جامعتنا والحمد لله لها إيجابيات كبيرة وكل ما فعل سابقا سواء كان في عهد بن علي وفي عهد برقيبة مش كله سيء يعني فيه 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 مربعات بيضاء لا ننكر هذا نحن نحاول أن نزكي هذه المربعات البيضاء وأن ندفع بها إلى الأمام نحاول نقضيه على مظاهر الفساد وعلى المربعات السوداء فهذا دورنا الآن يعني لأن عندما أعدد لك سوف أعجزة وعدد في ساعة ونصف مش نعدد لك كل يعني الملفات هناك ملفات ضخمة جدا موجودة الآن أبرزها سيد وزير دي ما نعانيه وكل الولاقات السياسية هناك الولاقات السياسية حتى ليست موجودة المحسوبية المحسوبية الكذا كذا تلقاوا عبيت تدخل تقرأ ولا عبيت أسيدة تدخل تقري اللي فما غيرهم يستنعوا ستة سبع عشر سنين التالي ونقاهم على خطر ينتمي إلى حزم معين أو على خطر عنده ولاء سياسي موجودة سيد الوزير بالنسبة للجامعة التونسية هناك إيجابية كبيرة جدا بدأت مع الجامعة منذ تأسيس سنة 53 وهي قضية الانتدابات عبر لجان الانتداب هذا مثل ما هو سائل في الجامعات العريقة الجامعات التاريخية الكبيرة وهذا الحمد لله حصنا إلى حدا ما الجامعة التونسية بالرغم ما فيه منفساد أيضا حتى هذا بالرغم ما فيه منفساد لأنه عندما تقول يا اللجنة القانون يقول اللجنة سيدة الموقف ليس الحق الوزير أن يتدخل في نتيجة اللجنة فهذا أمر جميل لكن عندما تكون لجنة نزيها عندما تكون عملها شفاف عندما يكون يعني الأساتذة المشرفون يعني الأساتذة أكفاء فهذا أمر جميل جدا مقبول لكن عندما يكون غير ذلك وهذا موجود وهذا اللي نصعى باش نحاول أن نتوقعه سيدة الوزير ماذا تتصوير يعني أن نجد من الأشياء التي وقعت في عيدنا من الأرشيف الذي ذاعة في الحقيقة لكن القليل الذي وجدناه يعني ورقة فيها نقل الأساتذة الجامعين من كلية إلى كلية ففي الورقة رسميا ينص على الورقة مكتوب أسود على أبيض الاسم واللقب الأستاذ الجامعي الدكتور في الجامعة الاختصاص الكلية الأصلية الكلية المطلوبة الشخصية المتدخلة لصالحية ما رأيك في هذا عندما نجد هذا مكتوب رسميا في ورقة هذه الموروثة اللي لقيتو سيدة مصر نعم نعم وجدناها نجد الشخصيات المتدخلة لصالحة الأساتذة ذوم هي قائمات عندما أجد وزير وزير دولة هذا ما ملفات تحت القضاء سيد الوزيرة هذا موجود عندما نجد وزير تدخل لصالحة أستاذ جامعي ربما نقبل ذلك عندما نجد شخصية مديرة عامة تدخل لصالحة أستاذ جامعي حتى يحول من كلية إلى كلية ربما نقبل ذلك ولكن عندما نجد رموز أخرى وعندما نجد أسماء مضحكة ومزرية أخجم نذكرها الآن أمام المتفرجي